الحقيقة إعلاميون ضد الكراهية وقبل ما نتكلم على الإعلام ودوره في بث الكراهية أو محاولة اكتساز جزور الكراهية من الزاحة الرياضية كنا بنتكلم من شوية مع نائب أحمد دياب على قيمة الدور المصري وتأثير الدور المصري في محيطه العربي أنتم متخيلين أنه مثلا في فلسطين الشقيقة العزيزة الحبيبة في غزة باشموندس يوم الاتنين اللي فات نظم المجلس الأعلى للشباب والرياضة في فلسطين نظم احتفالية خاصة لقل التعصب لقل التعصب بين مين ومين ما قالش بين غزة والضفة ما قالش بين فرق خان يونس مع فرق رفع لا بين الأهل والزمالك بص الأهل والزمالك قيمتهم في دولة أخرى شقيقة في غزة نظمة هذه الاحتفالية تحت عنوان لا للتعصب ما هذا بيتصل مع اللي يتقل من شوية تأثير الكرة المصرية على الأشقاء بالضبط يعني بينظموننا هم مع بعضيهم بصوا تحت العالم المصري بقى الشيء الرائع جدا أولا بحضور ومشاركة المهندسين المصريين العاملين في إعمار غزة الجماهير الفلسطينية رفع العالم المصري وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي امتنانا وتقديرا لهذا الدور المصري الكبير في إعادة إعمار غزة فور الانتهاء من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة فالدور المصري مقدر ومقيم ومثمن بين أبناء غزة وأبناء كل الفلسطينيين فعملوا فرقتين قداما لعيب الكرة الزمالكوية وقداما لعيب الكرة الأهلوية جماهير الأهل وربطة مشجع ومحب الأهل في فلسطين وربطة مشجع الزمالك في فلسطين جنبا إلى جنب تحت عالم واحد وبأغاني واحدة وفي يوم هائل جدا في حب مصر وحب الأهل والزمالك ونبذ التعصب فاز قداما الأهل على قداما الزمالك اتنين واحد في هذه المباراة اللي أهدافها كانت أهم وأغلى من دخول الكرة في الشبكة في وجود عالم النادي الآلي وعلى الجانب الآخر الزمالك بنفس المشهد يعني إنما لما تقرأ بقى في المدرجات مصر وفلسطين إيد واحدة فسيبك من مصر وفلسطين قلب واحد فوق شعار هذا هو دور كرة القدم هذا هو التواصل والود والحب والتقدير يعني بغي أن يكون على هذا المستوى فلما يكون الأشقاء بيبلغونا الرسالة دي أين دورنا